الخبز مع الشاي أو العصيد وجبات يومية يتناولها الكثير من اليمنيين وتحضر من القمح والماء فقط وهي الغذاء الوحيد لكثير من اليمنيين في مخيمات النزوح ومع هذه الحالة المعيشية غاب برنامج الغذاء العالمي عن صرف حصص النازحين من الغذاء أعوام من الجدل حول توزيع حصص النازحين من الغذاء فبرنامج الغذاء العالمي بدأ بتخفيض عدد حصص النازحين ومن ثم عمل على تقليص الكمية للمستفيدين الغذاء العالمي هذا لا يزلح للناس النازحين ولا المحتاجين نهائيا يعني أنا والله هنا داخل الكنتيرة راقد فوق البلاطة فوق البلاطة ودخل أشوف داخل الكنتيرة وشوف صور داخل الكنتيرة وشوف هنا لا مكيف لا كرهب لا شيء عندي نهائيا نحن ناجحين في مخيم علي عبد المغني وقد لنا فترة من الزمن حوالي ثمانية أشهر من الغذاء العالمي ولم تتحصلنا على أي غذاء عالمي وأن الناجحين الآن حالة تدهوره جدا كان من أول يستطيعوا أنهم يشتروا نص كيس أو ما يقابل ذلك الآن ما يقدروا يشتروا حتى بالكيلو اليوم لم يعد هناك أي أثر للغذاء الذي يقدمه البرنامج للنازحين فلم يمنحهم إلا حصتين من ثمانية حصص تم الاتفاق على صرفها العام الجاري وأمام التأخير المتكرر لحصص النازحين وتقليصها تقول الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة إنها خاطبت برنامج الغذاء العالمي مرارا لكنها لم تلقى أي تجاوب واكتفت بمناشدة المنظمات الدولية والإنسانية بتغطية الاحتياجات الإنسانية الملحة للنازحين منتظرنا الرد من برنامج الغذاء العالمي للصرف هذه الأسر وتم مخاطبة المكاتب المعنية والسلطة المحلية بسرعة الضغط على برنامج الغذاء لصرف السلال الغذائية ندعو جميع شركاء العمل الإنساني للتخفيف من حدة الأزمة الإغذائية داخل المحافظة التي الأسر الآن وخاصة الأسر سواء المتواجدة في المخيمات أو الأسر التي لا زالت تسكن بين الحارات أو على أسطح المباني أو غيرها من الأسر المنتشرة داخل المحافظة تعاني من وضع شديد جدا تدهوى الوضع الاقتصادي بشكل كبير وهذا أثر كثيرا على الأسر ومنذ العام 2020 وفجوة الأمن الغذائي تتسع في مخيمات النازحين بمأرب مع انخفاض حجم المساعدات إلا أن هذا العام يعد الأكثر سوءا مع صرف سلة واحدة لمن بقيت أسماؤهم في كشفات برنامج الغذاء العالمي خلال العام الجاري يشكو النازحون في المخيمات بمحافظة مأرب من غياب الدور الحكومي في الضغط على برنامج الغذاء العالمي لإيجاد حصصهم من الغذاء التي غابت عنهم منذ أكثر من عام خليل المليكي قناة المهرية مأرب